فيه فرق كبير بين انك تكون في علاقة مع شخص يعاني واحد من النماط التعلق الثلاث ونماط التعلق التجنبي اوce التخوفي وما بين انك تكون في علاقة مع شخص فيه علاقة سامة لماذا يد samp澤 العلاقات التي من المهم لها bardzo أ обнаруж пользكم هو شخص يتصرف معك غير متقصد اذاءك وغير متقصد اسعاجك ليش أنه يتصرف من باب انعكاسات تلك الجروح القديمة قد تكون جروح طفولة صدمات طفولة أو جروح في الروح فهو لا يتعمد إذا أكد ما هو يتصرف لا إرادية لا شعوريا هكذا لكن شخص في علاقة سامة و لا يعاني واحد من هذه الأنماط فهو شخص يتعمد إذا أكد مثلا شخص نرجسي هذا يتعمد هذه علاقة سامة ينبغي عليك أن تقلق موقف حازم وتخرج فورا من حياتك لأنه يتعمد تحطيمك موسيقى